اكدت هيئة البحرين لسياحة والمعارض أن مهرجان فيستيفل سيتي استقطب أكثر من مائة ألف زائر من الأفراد والعائلات من المواطنين والمقيمين والسياح في مؤشر على النجاح الباهر لموسم أعياد البحرين وذكرت الهيئة أن احتفالات ختام موسم أعياد البحرين حققت أيضا نجاحا كبيرا حيث شارك فيها قرابة سبعة ألاف شخص في ووترغاردين سيتي وواحد وعشرين فاصل ثمانمائة ألف في مراسي البحرين إلى جانب حضور كبير للمناطق الأخرى التي أقيمت فيها هذه الاحتفالات في خليج البحرين ومرفأ البحرين المالي وقلعة البحرين ومتحف البحرين الوطني ونادي النجمة وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة فاطمة بن شعفر الصيرفي وزيرة السياحة اختتمنا موسم أعياد البحرين والذي جمع حزمة من الفعاليات السياحية والترفيهية في مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين وشهد مشاركة واسعة وإقبالا لافتا من قبل الجمهور وبشكل خاص فعاليات فاستفل سيتي واحتفالات ختام الموسم وأعربت الصيرفي عن الشكر والتقدير لكل الضيوف والمشاركين في فعاليات موسم أعياد البحرين إضافة إلى الجهات الداعمة ومختلف الشركاء